مباراة النهار ده بقى مباراة الأهلي وبيرامدز صعبة جدا جدا وأكيد طالما أهلي وبيرامدز إمكانيات كبيرة جدا عند فريق بيرامدز فبالتالي مباراة صعبة عندهم لعيبة تقيلة بصراحة عدد كبير من لعيبة مميزة عندهم مدير فني محترم ماشيين بشكل كويس بالمناسبة في بطولة الدوري مش بعيد عن منافسة خالص يعني مع الأهلي والزمالك ومباريات الكؤوس دايما بتبقى مباريات صعبة لأن ما فيش تعويض فيها يعني خلص كله سيبقى نازل مركز إنه هو إزاي يكسب الماتش ده الأهلي مستعد بشكل كويس جدا مع كابتن سامي أمصان المدير الفني المؤقت للفريق من خلال تدريبات كانت على مدار الجمعة والسبت والنهار ده الماتش يعني كان الجمعة والسبت يوم الخميس كان أجازة بالنسبة للفريق تدريبات أكيد كانت مهمة فيها بعض الجوانب البدنية والفنية اللي ركز عليها كابتن سامي أمصان فريق بيرامدز وإزاي يتعامل معاه في مبارات اليوم وفريق بيرامدز يعني من فرق المعروفة بالنسبة للجميع يعني مش محتاجة إن انت تبحث عنها بشكل كبير لكن بهم إن انت تبقى مركز إزاي تكتكيا أن تقدر تتغلب عليهم وبالشاء في الجانب الفني تحديدا فإن شاء الله نتمنى له كل التوفيق في مرات اليوم كابتن سامي أمصان لكن خليني أقول لحضراتكم قائمة الأهلي وقائمة بيرامدز لهذه المبارات الأهلي أعلن قائمته بشكل رسمي مبارح بالليل اللي بتتكون من حراسة المرمى زي ما حالكم شايفين كده محمد الشناي ومصطفى شبير حمزة علاء خط دفاع محمود متولي رامي ربيعة بدر بنون ياسر إبراهيم محمود وحيد كريم فؤاد محمد هاني وعلي معلول عودته مهمة في الحقيقة خط الوسط عودة أليو ديانج برضو مهمة عمر السلية موجود أحمد نبيل كوكا اللعب المميز والواعد محمد أشرف من اللعبة برضو كويسة جدا بالمناسبة باكليفت وزياد طارق وطاهر محمد طاهر وقفشة وليد سلمان وفي الهجوم صلاح محسن وحسام حسن ومحمد شريك دي قائمة النادي الأهلي أبرز يعني الأمور في قائمة الأهلي هو عودة أليو ديانج وعلي معلول وأكيد في غيابات أخرى هتكلم عنها كمان شوية لكن تواجد علي معلول مهم جدا وتواجد أليو ديانج مهم جدا بالنسبة لفريق في هذه المباراة ومهم برضو بصراحة أن طاهر كان الحمد لله سليم ما فيش مشكلة كبيرة بالنسبة له في الإصابة اللي جات له في الخلفية في المطش اللي فات لأن طاهر مؤخرا ماشي بشكل كويس قوي في المقابل قائمة فريق بيرامدز مكونة من مين شريف إكرامي حرس الأهلي السابق أحمد الشناوي علي جبر أسامة جلال قدام حراركم وعلى الشاشة أحمد سامي أحمد فتحي حسين السيد لعب الأهل السابق عبدالله مجدي نبيل دونجة علشان محمد لعب الأهل السابق بلاتي توري إسلام عيسى محمد صادق محمود صابر وليد الكارتة رمضان صبحي لعب الأهل السابق عبدالله سعيد لعب الأهل السابق إيريك تراوري دودو جباس فخري لكاي وفخري الدين بين نوسين يعني فيه لعيبين كتير جدا من النادي الأهلي طبعا كانوا موجودين وده اللي حيصعب المطش بالنسبة لأن أكيد أي لعيب بيروح أي فرقة من الأهلي فهو لعيب بكواليتي جامد ومتأسس حلوة قوي يعني واكتسب خبرات كتيرة جدا حتى لو هو مش من أبناء النادي الأهلي فبرضو دي من العوامل اللي حتصعب المباراة وأكيد مباراة الأهلي وبيراملز مباراة صعبة بشكل كبير جدا إن شاء الله الأهلي يكون موفق فيها